تنفيذاً لتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بتقديم مساعدة إنسانية عاجلة إلى الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا وصل الفريق الطبي البحريني إلى سوريا للمساهمة في علاج مصابي الزلزال المدمر وقال الدكتور مصطفى السيد الأبين العام للمؤسسة الملكية للعمال الإنسانية رئيس التنفيذي لللجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إن الفريق الطبية البحرينية المتخصص في علاج الكسور والإصابات والجراحة العامة توجه من دمشق إلى حلب حيث سيقوم بإجراء العديد من العمليات الجراحية للمصابين من ضحايا الزلزال كما سيقوم الفريق الطبي البحريني بزيارة مجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية في سوريا للوقوف على أهم الاحتياجات الطبية والعمل على توفير بعض المستلزمات الطبية اللازمة التي تحتاجها سوريا في الوقت الرهن ترجمة نانسي قنقر